وينضم إلينا من القاهرة السيد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلان نرحب بك سيد العسقلاني معنا يعني وزارة التموين المصرية أوقفت الدعم الاستثنائي المقرر لنحو ثمانية ملايين بطاقة تموينية فبرأيك كيف سيؤثر هذا على نحو ستة وثلاثين مليون مواطن مصري بالتأكيد هذا الكلام له تأثير بالغ الخطور على الفئات الأولى برعاية في المرحلة القادمة نحن طول الوقت نقول أنه لابد أن تبتد شبكة أو مظلة الضمان الاجتماعي أو الأمان الاجتماعي لكل المجتمع لأن المرحلة الحالية تأثرت الطبقة المتوسطة بشكل بالغ وبشكل سيء جدا للأسف الشديد عندنا طبقة متوسطة بدأت تجري بسرعة الصاروخ نحو الصور المحيط بالفقراء وهذه الطبقة حينما تنهار أو يحدث فيها عطب أو شيء يعني هذه كتلة صلبة حينما تتغير ملامحها وتنهار بهذا الشكل الذي نحن موجودين عليه نتيجة الأزمات العالمية والأزمات المحلية على حد سواء نحن في أزمة كبيرة جدا مفروض هذه المظلة تتسع لما هو أكبر من ذلك إلى أن تأتي سمار للسحل الاقتصادي التي تتحدث عنها الدولة أو تتحدث عنها صندوق النقد الدولي سمارها بغير هذا إحنا حنبقى في مشكلة تداعي فكرة السلام الاجتماعي في هذا البلد وإحنا عايزين نحافظ على السلام الاجتماعي في بلدنا إلى مستوى نقدر دي نعمل مخططاتنا فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية طيب هل سيستمر هذا الارتفاع في الأسعار وهل من سقف له خليني أقولك أن هذا التضخب وارتفاع الأسعار سوف يستمر ما لم تتوقف حكاية الدولار اللي مش عارفين رايح فين وجاي منين يعني إحنا طول الوقت بنتوقع أن الدولار سيرتفع يعني ما فيش ولا مرة واحد من التجار تكلمي إلا أقولك الدولار الأسبوع اللي جاي حيبقى بقى دي كده كما لو أنه كل الناس اللي بيشتغلوا في السوق بقوا مصرفيين وبقوا ناس بيشتغلوا في الدولار أزمتنا الآن هو عدم استقرار سعر الدولار أو أسعار العملة في السوق المصري عدم الاستقرار ده بيؤدي بالضرورة إلى تضخمات مستقبلية إحنا قدام أزمة كبيرة جدا فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية خلال المرحلة اللي جاية خلينا أقولك أنه عادات المصريين في الشراء فعلا تغيرت زيما حضرتك توقعتي اختلفت بشكل مزعج لدرجة أن الكلاب والقطط بيلعانوا اليوم اللي تولدوا فيه في مصر ما فيش حد بيرمي حاجة في الزبالة لم يعود المصريون يلقون بقايا الطعام في القمامة كما يحدث كما كان يحدث في السابق أنا عملت استطلاع بنفسي عند بعض جميع القمامة أكدوا لي بالضرورة أنه محدش بيرمي بقايا طعام دلوقت خلاص بطلت الكلاب والقطط بيأكلوا ببعض طول النهار والليل مش لقين يأكلوا لأنه المصريين بطلوا يرموا بقايا الطعام في الزبالة وبالتالي في عادات غذائية وعادات عند المصريين وسلوكيات عند المصريين بدأت تتغيط نتيجة للضغوط الاقتصادية التي تعرض على المصريون في السنوات الماضية طيب سيد العسقلاني يعني مثلا مثل هذا القرار إيقاف الدعم الاستثنائي هل مثل هذه الإجراءات ستحصل من الاقتصاد ستقلل أو ستخفض من التضخم ستقلل من عجز الموازنة أم هي إجراءات حكومية تعصفية عشوائية كما يصفها البعض هي الأزمة هو علاج عجز الموازنة للأسف الشديد وعلاج عجز الموازنة من الممكن أن يأتي من ألف يعني بند من بنود الموازنة العامة للدولة يعني هناك طرق وكباري بتتعمل في بعض الأحيان احنا مش في احتياج لها الآن احنا كنا محتاجين إلى بعض الشرايين التي تحرك الاقتصاد في بعض الأماكن تخترق الصحراء الآن في بعض الأماكن يعني أنا بشوفها ملاش أي قيمة أن أنت تعمل فيها إصلاحات أو تعمل فيها شغل احنا ممكن نستبقي هذا الكلام أو نؤجله إلى مرحلة قادمة ونخلي بالنا من السلام الاجتماعي في بلدنا نخلي بالنا من الناس اللي ممكن تخرج وتعمل لنا أزمة خاصة وأنه طول الوقت القبضة الأمينية مش هي اللي هتحل الأزمة الأزمة تتحل اقتصاديا وما تتحلش بغير هذه الطريقة طيب إذا كانت الأزمة يعني تحل اقتصاديا فما الحلول هناك بعض الخبراء أشاروا إلى أن الحل الأسلم والأفضل لهذه الاسمة الاقتصادية في مصر هي بتحسين الانتاجية المحلية في مصر من خلال الصناعة الزراعة إلى غير ذلك من القطاعات الحيوية طيب لماذا لا تتجه الحكومة المصرية إلى هذا الخيار مثلا هذا الخيار مستحيل أن يحدث الآن للأسف الشديد وخلينا أقول لك ليه تخيلي أنه عندك أزمة تشريعية البنية التشريعية في مصر تحتاج إلى تعديل وقفزة سريعة لك أنت تخيلي في مواد بتمنع الموظف في بعض الأحيان أنه يمضي على قرار بأن يديك حطة أرض تزرعيها أو تعملها مصنع أنت عشان تعملي مصنع أو تعملي نشاط زراعي ستمر بمجموعة من الإجراءات البيروقراطية لازم كل الكلام ده يتوقف لازم نعمل نقد موضوعي في بلدنا أنا دائما أقول لهم هناك فرق ما بين المعارضة والمكايدة أنا أعارض من أجل الوصول إلى حل عملي يريح البلد دي ما لم تكن هناك تعديلات في البنية التشريعية والبنية الإدارية والبنية السياسية إحنا هنفضل طول عمرنا في أزمة التشريعات بتحول ما بين أن الناس تشتغل يعني فيه ناس في بعض الأحيان بيروحوا ياخدوا تأشيرة لبناء مصنع أو إنشاء مزرعة أو شيء من هذا القبيل بياخدوا وقت قبير إحنا محتاجين نزل للعقبات دي محتاجين أن إحنا نحترم المستثمر المصني حتى يأتينا المستثمر الخارجي إحنا لازم ننتج ما فيش حل قدامنا لازم نزرع والتجربة التي لنا لما زرعنا الصوب وزرعنا الحاجات التي عملناها خلال المرحلة التي عدت ريحتنا في أزمة كورونا وخلتنا لا نحن في حالة تعاوز زي ما دول كتير حوالينا كانت في أزمة يعني لو أجملت من كلامك أفهم بأن الخلل هو خلل هيكلي بالأساس ألا تعي الحكومة المصرية هذا الخلل ولماذا لا تسعى لإصلاحه خلينا أقولك أنه مطروح في الحوار الوطني الدائري الآن كل هذه الملفات وطول الوقت بنقول يا جماعة ما فيش حل غير أن الدولة تفك الكتلة الصلبة اللي داخل الحكومة اللي موقفة الحكاية خلينا أقولك مع الجانب الآخر القوات المسلحة بتزرع لكن القوات المسلحة تتعامل بمنطق مختلف عن اللي بيتعامل بين قطاع الخاص وبتستطيع أنها تزلل العقبات اللي بتواجهها إحنا محتاجين نعمل ده برضو للقطاع الخاص القطاع الخاص يعمل نفس الإجراءات ويشتغل نفس الشغل ويقادي نفس الأداء اللي يعمل بالتوازي شغل إلى جانب شغل القوات المسلحة ويعمل شغل إلى جانب شغل الدولة إذا كنا مقبلين على أن الدولة تستمر إحنا لازم نشتغل بأيدينا لازم نزرع في بلدنا عشان البلد دي تتقدم وتطع لقدام لأنه ما فيش حل قدامنا غير أن إحنا نقالل الفجوة الاستيرادية الفجوة الاستيرادية تقل بالتصنيع المحلي مين يقول إن حضرتك بتشتري النهاردة القاستك القاستك اللي هو بنلف بيه الفلوس من خارج مصر مين يقول إن أنا لازم أستبدل كل الحاجات اللي باستوردها بالخارج الراجل المستورد أستبدله بمصنع يصنع أقول له أنت بتستورد ليه تعالى يا عم أعمل لك وحدة تصنيع تصنع لك الأستيك تصنع لك الأستيكة تصنع لك البراية تصنع لك ألم الرصاص هو ده اللي يخلينا نقلل الفجوة الاستيرادية هو ده اللي يخلينا ننتج في بلدنا والدولة تبقى بتروب أنا عايز أقول لك أنا عندي استعداد أنا لو في الحكومة هقول للناس بتوع القطاع الخاص بالبلد كده خدمتك أمنا تعالى أقول لي أنت عايز تعمل ليه وأنا أساعدك قل لي عقباتك وأنا أساعدك فيها وأزللها لك ما لم يحدث ده إحنا نبقى في أزمة للأسف لازم نتقدم ببلدنا المرحلة اللي جاية دي وهذا التقدم يعوزه بالتأكيد أن أنت تفك الإجراءات البيروقراطية بجد ولازم التشريعات تتغير ألمانيا اللي عندها مش عارف كام وعشرين قانون ولا إحنا اللي عندنا عشرات الآلاف من القوانين والموادل واللوايح بدنا 115 من قرون العقوبات بتقولك إيه كل موظف عام تربح أو حاول أن يتربح يعاقب بالحبس وغرب تبني لو موظف عام حمضي ده نبقى غابي لو مضيه وبالتالي أنت عندك عوائق حكومية وعندك عوائق بيروقراطية ما لما يتم تزليل ده وإلغاء الحاجات دي نفكها ما لم يحدث ده إحنا نبقى في أزمة يا ريت البرلمان يتحرك في الحكاية دي ويعمل حاجة لله من البلد المرحلة اللي جاية دي عشان نقدر نبني سيد محمود العسقلاني رئيس جمعية المواطنون ضد الغلاءة